اشتركوا في القناة يوم الاثنين ويوم الثلاثة ويوم الاربعة بين الظهر والعصر واجيب صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث اخذ منه بعض اهل العلم ان هذا الوقت من ساعة الاجابة لكن هذا ليس بظاهر ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء وتكرر الدعاء من موجبات الاجابة ومن اداب الدعاء ان يلحى الانسان على الله تعالى في الدعاء المقصود ان الدعاء في هذه الفترة وهي ما بين الظهر والعصر من يوم الاربعة ليس من ساعات الاجابة لا دليل على ذلك وانا كان كل وقت جرت فيه اجابة النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء ان يقال ان هذا من مواطن الاجابة الله عز وجل يجيب الدعاء في اوقات حث على الدعاء فيها وندب الى الدعاء فيها ووعد بان فيها ساعة ليوافقها عبد مسلم قائم يدعو الله تعالى بخير ان لا اعطاه الله اياه كما هو في كل ليلة وكما هو في يوم الجمعة والقسم الثاني ان يوافق ان يدعو المسلم ويجاب هذا لا يعني ان هذه الوقت ايجابة يعني مثلا لو الان دعا انسان وقال اللهم ارزقني كذا وكذا من الاسينة من الان من نعيم الدنيا او من النجاة او من مسائل التي تسأل فاجيب الى مسال هل هذا يعني ان انه سيجاب في كل وقت يدعو فيه في هذه اللحظة الجواب لي الله تعالى يقول اما يجيب مضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء فالله تعالى يجيب مضطر اذا دعاه فحالة ضرورة هي من مواطن الاجابة فهناك حالات للاجابة اوقات وهناك احوال وهناك صياغ يدعو فيها الانسان ويجاب بالمقصود انه لا دليل في هذا الحديث على ان عصر على ان ما بين الظهر والعصر من يوم الجمعة من مواطن اجابة الدعاء والله اعلم وهل يمكن الشيخ المقالب انها سنة كما قالت الاخت لا ليست سنة الدعاء عموما سنة لكن ليس هذا الوقت تحري هذا الوقت ليس سنة نعم حسن الله عليكم